موضوع قايمة المنقلات الزوجية سبب الضجة دي كانت صورة لقايمة منقلات كتب فيها والد العروسة للعريس أو للزوج من يؤتمن على العرض زي ما انتوا شايفين على الشاشة كده لا يسأل عن المال زي ما حضراتكم شايفين كده وكان حجة القب في التصرف ده أو اللي خلاه يتصرف كده إنه بيقول أنا مش هلاقي حاجة تقدر بنتي وإن الأيمة بتسبب فتن وضغاء بين العلتين الموضوع ده عمل زخم كبير جدا وبدأ كل واحد بقى إيه يدله بيدله ويكتب ويتكلم ويقول ويعمل فيديوهات وينقسم بقى رواد التواصل الاجتماعي حوالين الموضوع ده يعني فرق كتير جدا فريق يقولك فريق كبير شايف إن ده تصرف نبيل جدا من ولد العروسة وتصرف رائع جدا والراجل يشكر عليه وإنه نادرا أصلا لما تلاقي حد يعمل كده في الزمن ده ولو كل الأبهات بقى يعني يعملوا زي ما هذا الرجل عمل كده وزي ما عمل بطل القصة العظيم ده ابن محافظة الده أهلية ويبقى حاجة رائعة جدا وفريق تاني قال لك يا معلم لا ده تصرف ما بينكو سين كده هم وصفوه كده سازج ومالوش أي علاقة أصلا لا بالتيسير ولا بأي حاجة مالوش علاقة بالتيسير اللي المفروض يحصل في الزواج والفريق ده شايف أن الأب هيندم ندم شديد جدا بعد سنة ولا اتنين من الجواز وحجتهم أن ده حق من حقوق البنت وما ينفعش أن احنا نفرط فيه وأن الثقة ما ينفعش تكون مش موجودة عند الناس الناس بتتغير واللي تضمنوا النهاردة ما تضمنوش بكرة والقلوب بين أسبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فريق تالت بقى في النص شايف أن الموضوع ده إيه؟ حر يا شخصي أعمل قيمة ماعملش قيمة إيه اللي يشغلك أنت يا عم؟ يعني الدنيا مش هتقف لعلى قيمة ولا هتمشي بالقيمة ودي عينة بقى لبعض التعليقات اللي صدرت على هذا التصرف وهنقرأها مع بعض كده أحمد عبد الرحمن بيقول قيمة المنقلات الترند كان ناقصها عشان تكمل تبدأ بكفاية خوف من المجتمع من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال طيب اللي بعده مالك بيقول أنا ضد هذا الكلام الكلام ده ينفع مع 4% أو 5% من الناس ويفسد ولا يصلح مع 95% من الناس الناس بتتغير بين يوم وليه لو نحن في زمن خربت فيه الزمن وقلق أن تجد فيه أمين أنا ضمان الحقوق من أهم أزابة تحمل ضغوط الحياة وعدم التعجل في الطلاق معنا كمان محمد التحاو بيقول الأب بتاع أيمة المنقلات بتاع الأهلية عاوز أشوفك بعد سنتين من جواز بنتك مستشار محسن بيقول يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمم فاكتبوه سبحانه لا يأمر بشيء إلا ولو حكمة فويعلم الغيب ويعلم النفس وهواها وكيف أن قلوبنا متقلبة بين عشية وضحاها فصديق الأمس عدو اليوم وزوج اليوم طليء الغد طيب كمان بيبرس بيقول من حق وليه الزوجة كتابة قيمة المنقلات حفظا للحقوق وهي من العرف والعرف يعمل به ما لم يتعرض مع الشر وكل واحد أضرب ظروفه وكل واحد حر طالما لا يفعل حراما طيب آخر واحدة معنا تعليق بيقول معنا كلنا كرجال العائلة مضينا على قيمة زوجتنا من غير ما نبص فيها حتى لكننا آخر حاجة نهتم بها هي قيمة المنقلات أو مؤخر الزواج لبناتنا يعني ومع ذلك في ناس بتكتشف بعد كده أن هم لم يكونوا يستحقون هذا التساهل معهم نسمع بقى أراءكم معنا أستاذ جعفر أستاذ جعفر من مصر تفضل إفندم أيا أمدر إفندم قلني الأيمة في بلدك وصلت لكام دلوقتي وهل موضوع الأيمة ده بيعمل لكم مشاكل في البلد ولا الدنيا تمام يلا 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 تغفر أولا تحياتي حضرتها تحدي الكل المشاهدين بالنسبة للأيمة في البلد عندنا بدأت بدأت طويل من أول مئة ألف وانت طالع بتبدأ من مئة ألف يعني بصراحة مبلغ فيها طب انت ايه رأيك في تصرف الأب اللي هو صاحب التغريدة اللي هي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دي لازم يبقى فيها تتغولات أكثر من كده وطبع ربنا بيعين طبعا واحد مننا بيبقى ناول هو يفتح يفتحك يعني ويبدأ من جديد إنه ربنا يكرمه ويطعطر في البيت وكده كل ده في الآخر في الآخر ربنا بيعينه يعني كنتيزة عشان كان بيبقى أكثر من خلال اللي هو الكبير تمام بشكرك يا أستاذ جعفر شكرا جزيلا معنا صلاحر معنا مين أستاذ نجم من مصر تفضل إفندا يا أستاذ نجم أستاذ نجم معنا طب معنا اتصال آخر طيب زي ما قلت لحضراتكو أنتو قلونا الأي ما عندوكو أخبارها إيه الأي ما وصلت في البلد كام عندكو عندك مثلا جعفر بيقول لي مئة ألف وانت طالع بتبدأ من مئة ألف وانت طالع طيب فخلينا نشوف بقى دلوقتي أنتو قرأكو إيه يعني أنتو قرأكو إيه في الموضوع ده تعالوا كده نروح يعني لدار الإفتاء ومركز الأظهر العلامي للفتوى لأن الموضوع كان كبير جدا ودار الإفتاء ومركز الأظهر بدأوا يتدخلوا في الموضوع عشان يحسموا الجدل الدائر في هذه المسألة أم على طول مركز الأظهر العلامي للفتوى أصدر بيان أو سميها فتوى قال فيها تعالوا كده نقرأها مع بعض ونشوفها مع بعض أهي الفتوى بتقول الصداق وقائمة المنقلات يجوز أن يكون صداق المرأة ملا أو ذهبا أو أثاثا معجلا أو مؤجلا بما يضمن الحقوق وبحسب ما يتراد الزوج وليه الزوجة وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن من قواعد الشريعة الإسلامية المستقرة أن عادت الناس معتبرة ومحكمة إذا لم تخالف الشرع الشريف ومن ذلك كتابة قائمة منقلات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات وكمان بيكملوا بيقولوا مدام أن مرض القائمة للعرف الذي لم يخالف الشرع فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراد الزوج وليه الزوجة وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة والإنفاق عليه أو الاتفاق عليه كما تم بيانه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل الطرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به يستحق صداق المرأة المؤجل بالطلاق أو الوفاة ولو كان الآثاث جزءا منه وتلف بعضه بسبب استعماله فلا يلزم الزوج تعويده والمصدر زي ما قلنا لحضراتكم مركز الأظهر العالمي إذن الموضوع كبير